ولو عرفت قدرك هتنجو من سبع اشياء هتنجو واحد من السخط اتنين من الالتفات تلاتة انك تزني نفسه وتنجو من محرقات القلوب زي الغل والحقد وتمني اللي عند الغير وتنجو من اليأس وتنجو من السلطان نفسك الامارة بسوء عليك وتعطي مفتاح باب الرجاء اذا تخلصت من ده ويتميلي قلبك حمد وشكر لله عشان تخرج بقى من الشعور بالصغار ده لازم تعرف ان ربنا كرمك ولقد كرمنا بني آدم فالمسألة انتهت ربنا كرمك والمسألة انتهت ربنا كرمك فضلا منه ونعمك ربنا ما كرمكش عشان انت مستحق الكرم فلو ان حد شافك مش مستحق الكرم التكريم ده ينزع عنك ابدا التكريم لك منحة من الله وربنا اودع فيك وديع قال عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيبين لك ان ربنا لما اودع فيك الوديع دي ايه اللي حصل ولكنك عند الله غال انت غالي عند ربنا انت مش غالي بشيء عندك في ذاتك ولكنك غالي بشيء اودعه الله فيك وهو انه كرمك انت تزن ان الله سبحانه وتعالى سيعطيك على قدرك حشات سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك على قدري لان الله سبحانه وتعالى لما اعطاك على قدري اسمع بقى قالك ايه وان تعد نعمة الله لا تحصوها لكن ابسأله انك بتقيم نعم الله سبحانه وتعالى بمرادك وليس بمراد الله لو قيمت النعمة بمراد الله لعرفت ان ربنا سبحانه وتعالى كرمك كرم واسع لا ينتهي وتعرف ان انت مش بحتاج تشوف كرمتك في عيون الناس لان كرمتك نزلة عليك من رب الناس لازم تبطل المقارنري ولازم تبطل الشعور بالصغر ده طب عشان تبطل تعالى نخوض مع بعض تجربة العيش بسلام التكريم هقول لك شوية حاجات عشان تقدر تعيش بسلام التكريم اول حاجة يا سيدي عشان تعرف قدرك لازم تخرج من اوهامك فقدرك اوسع من اوهامك كل يوم اعمل ساعة تتفكر فيها في نعم الله سبحانه وتعالى الكتير عليك عارف ان انت هتقول لي فين النعم ما انت شايف النس حولا لا الصوت اللي انت بتقوله ده فيه اعلانات لطيفة بتتكلم عن بتخليك تستشعر النعم انت ممكن يطف النور وتمشي في الطريق ما تكعبلش في حد يمشي في الطريق والكعبل فحصل له هاة وانت ما عندكش الهاة دي انت عندك نعم كتير قوي 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 انا ما بحبش اتكلم عن النعم بالسلب بس انت ببساطة خالص حتى الملاحظة اللي انت قاعد تلاحظ فيها وتقول فلان عنده فلول ما عندوش العقل والعين والسمع اللي انت قاعد تحلل بيهم دول دول ايه دول نعم وعشان كده بتتسئل عنهم يوم القيامة ان السمع والبصر والفؤاد كله اولئك كان عنهم مسؤول عشان انت دول نعم ربنا اودعه عندك نعم لا تعد ولا تحصن فلو قعدت كل يوم ساعة تتأمل في هذه النعم حياتك هتتغير تاني حاجة كل يوم في السحر انا عايزك تقعد في السحر تعمل ثلاث حاجات اول حاجة تقعد في السحر وتكلم ربنا سبحانه وتعالى تكلم ربنا وتدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك وخاصة في رمضان يشرح صدرك ويعرفك انه هو سبحانه وتعالى بيسمعك وانه هو سبحانه وتعالى بيحبك وانه هو سبحانه وتعالى بيتودد اليك تاني حاجة اطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه هو يجلو بصيرتك ويجلو نظرك عشان ترى جماله في كل شي لان انت لو ترى جماله في كل شيء هتحس ان ربنا سبحانه وتعالى من كرمه انه هو جميل لك كل حاجة عشان تليء بتكريمه ليك فانت غرآن في جمال الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة تعملها في السحر انك تدعي ربنا تدعي ربنا سبحانه وتعالى وقلبك مليان الالتجاء ومليان يقين بان انت في حضرة مولاك وتنادي على مولاك وتقول له الدعاء اللي أنا بسميه سلام التكريم تقول لمولاك يا سلام عبدك لم يكن يدري انك تكرمه بكل هذا الكرم فقد كنت تكرمه وهو لا يعلم والآن يا سيدي هو يعلم فما الذي ستفتح عليه من ابواب كرمك وابواب تكريمك فاني اقسمت عليك بما علمته من كرمك ألا تقطع عني كرمك بل تزيدني حتى ازداد تعلقا بك وحدك يا كريم يا من كرمت عبدك الضعيف لا تقطع عنه انت توسع عليه كرمك فار نورك فيتعلق بك فيزداد كرما بأن يبقى في حضرتك كريما منعما بدوام وصلك يا كريم